بسم الله الرحمن الرحيم القمر كم مرة ذكر في القرآن إذا أردنا أن نعلم نذهب إلى علماء الفلك لنكتشف أن القمر يدور حول الأرض دورة حقيقية وليس وهمية كما نراه إنما دورة حقيقية كاملة كل 27 يوماً وربع أو ثلث يعني أقرب عدد صحيح هو عدد أيام التي يدور فيها القمر 27 يوماً يتم دورة كاملة إذن هذه حقيقة كونية لننتقل إلى القرآن ونبحث عن كلمة القمر كم مرة ذكر القمر في القرآن أيها الأحبة ذكر بالضبط 27 مرة بعدد أيام التي يستغرقها القمر ليدور حول الأرض الحمد لله على نعمة الإسلام ترجمة نانسي قنقر